السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجهزة الأمن الآن بتعكف على البحث عن المزيعة شايماء جمال وهي أصل تغيبها عن المنزل اللي قربتها 20 يوم في أن المدارية أمن الجيزة قد تلقيت بلاغ عن تغيب مزيعة تلفزيونية تضع شايماء جمال وكانت هي بتقدم بنامج اسمه المشاغبة وخلال الفترة اللي فاتت زوجها عمل بلاغ بأن زوجته بقالها كذا فترة مش موجودة آخر مكرمة كانت بينه وبينها أنها كانت عند الكوافير وقالت له أنها في الطريق ولكن لحد الوقت مش لقينها أو اختفت بمعنى أصح ومزيعة شاماء جمال كانتها بتقدم برنامج في أحد القناة الفضائية اسمه المشاغبة وهي كانت زوجة عمل البلاغ أنها كانت بتوجهة لأحد كوافير محلات التجميل وبعد ما خرجت وقتها في الطريق أغلقت هاتفها ولحد الوقت هما بدوروا عليها أو مش موجودة وهي بقالها لحد الوقت عشرين يوم وهي أجهزة الأمن بتشوف يعني إيه الملابسات في ظروف الملابسات الاختفاء وذلك في ظروف غمضة الإعلامية الشاماء الجمال كانت بتقدم برنامج اسمه شغبة كان في عام 2017 وهي كانت لها تريند معروف أو فيديو معروف إنها كان جايبة سكر أبيض وكانت حطار على في الشاشة يعني وبتشئ إليه إن هو كان هيروين فطبعا هي كانت مندائقة بفدوات وكانت نتعة عمل التريند وطبعا بسبب هذه الوقعة تم إيقافها لمدة ثلاثة شهور وعدم ظهورها في الإعلام ومعروف الأخرى فده نفذ بختص يعني عن اختفاء المزيعة الشاماء الجمال أشوف حضاتكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته